يسعد ايامكم انا المهندس سومر رتيب مرة تانية معكم من شركة طموحات الحيو الابداعية معكم بسلسلة تعلم القيادة بهولندا اليوم رح نحكي عن الوحدة التاسعة وعنوان هاي الوحدة الاضاءة طبعا اليوم درسنا درسة 13 الاضاءة الانارة الالزامية والتي يجب تواجدها بالسيارة اثناء القيادة شو هنالاضوية اللي لازم نحن يكونوا بالسيارة معنا شغالين ومتأكد من تشغيلتهم اول شي ضوء عادي دمليخت خلين نتفق انه في عنا ثلاث انواع من الاضوية لازم نحفظ اسماء هون هو الضوء العادي دمليخت ثانيا ضوء عالي خروتليخت في عنا الضوء الخفيف طقه اولى استدليخت لازم تحفظوا هدول الضوء العادي اسمه دمليخت الضوء العالي اسمه خروتليخت وضوء الخفيف الضوء الخفيف بيسموه الطقه الاولى ايه مثل نوانسة من قدام بيسموه استدليخت دولة الانواع والانواع القادمة كمان هي الزامية يعني وجودها الزامي بالسيارة الضوء على النمرة لوحة تسجيل لازم يكون فيه ضوء على النمرة نمرة السيارة قصدي غمازين من الأمام وغمازين من الخلف غماز جانبي على كل جانب من جوانب السيارة كمان هذا إجباري لمبتان خلفيتان ضوئين للفرامل عاكسان أحمران من الخلف ضوء ضبابي خلفي ضوء رجوع للخلف ضوء تعليم من على الجهة الأمامية ضوء من ناحية الخلفية في حال كانت أعرض سيارتك أعرض من 2.10 سنتيمتر يعني إذا كانت سيارتي أعرض 2.10 سنتيمتر فأنا لازم حط أضوية تعليم من الجهة الأمامية ضوء تعليم من الجهة الأمامية وضوئين من الجهة الخلفية أضواء تعليم في حال كانت المركبة أطول من 6 متر فلازم نحط له أضواء تعليم على الجوانب ضوء فرامل ثالث في حال كانت السيارة مسجلة بعد 39001 طب ممكن بالبند رقم 14 يجينا عليه سؤال بعتقد ما بيجي ولكن هذا موجود بالمنهاج أو موجود بالقانون الهولندي ممكن ما حدا بيقدر إلا للسي بي أر لأ فنحن واحد لازم يعلم بكل شي متن ما قلت لكم ببداية الدورة أن هذه الدورة مو بس للفحص هذه الدورة مشان نحن فعلا نعرف نسوق نعرف القوانين صح إذا فهمناها صح وعرفنا القوانين صح سفي موضوع الفحص تحصيل حاصل الإنارة الإلزامية والتي يجب تواجدها بالسيارة أثناء القيادة مثل ما لكم شايفين هاي الصورة هذا اللي بسمو هو الطاقة الأولى بالإضاءة بيشعل من هون من قدام ومن وراء كمان بيشعل ضوء خلفي لا يحق لك القيادة وأحد الأضواء السيارة الإلزامية اللي حكينا عنه قبل شوي معطلة حتى ولو كنت تفوت بوقت النهار لازم يكونوا كلهم شغالين وهي مسؤوليتك حاول أن تحمل معك دائما أضواء إضافية للإنارة معظم الهولنديين أو الأوروبيين بشكل عام في حال انحرق ضوء بيكون موجود معه بالتابلو أضواء إضافية للإنارة فممكن هو بشكل يدوي ما لا صعب القصة تفكه بإيدك وتغيره بإيدك ما في داعي دروه لعند أي ميكانيك يسمح لك بإستخدام الضوء العادي دم لخت أنت ما بدك بالليل بالنهار بالصيف بالشتاء يسمح لك بإستخدام الضوء العالي فقط في الليل يعني بنهار ما فينا نستخدم الضوء العالي كمان هذا سؤال فحص أنه أنت عم تمشي بالنهار ومشغل الصوت أو الضوء العالي هل هذا مسموح؟ طبعا لا لأنه القانون بيقلك أن الضوء العالي فقط في الليل في حال طبعا حتى بالليل لازم يكون له شرط بتشغله في حال لم يكن هناك مستخدمي طريق من الجهة المقابلة لمنع إزعاجهم والحظر يشمل أيضا وجود راكبي دراجات وموشات كمان سؤال فحص ثاني بيقلك سؤال الفحص أنه أنت قدامك مشات أو بيحطوا لك سيارة صورة مشات قدامك هل مسموح لك هون أنك أنت تشغل الإنارة؟ طبعا العالية الخية اسمها خروط لخت الضوء العالي ممنوع استخدامه بسبب موجود مستخدم طريق اللي هو المشات بحالتنا يسمح لك باستخدام ضوء الضباب الخلفية فقط في حال وجود ضباب أو ثلج كثيف جدا إذا كانت الرؤية أقل من خمسين متر كيف نعرف أقل من خمسين متر؟ في عنا العلامات الخضرة اللي تتذكر ونحكينا فيهن العلامات الخضرة المكتوب عليها المسام 100 السرع العظمى هون كمان نفس الشي يكون نفس المية المسافة بين هاي و هاي تتذكروا قديش؟ هي 100 متر أو في عنا العواكس اللي بتجي عليها عاكس أحمر على الجهة اليمينية والعاكس الأبيض على الجهة اليسارية بهيك حالة بين العاكس والعاكس من هون لهون بشكل متوازي خمسين متر فينا نعرف بهذه الحالات إنه كيف قديش المسافة؟ ممكن كمان تجي عليها سؤال فحص بيضروا عصفورين بحجر واحد بيشوفوا إنه أنت حافظ لازم يكون أقل من خمسين متر وكيف بتعرف إنه أقل من خمسين متر؟ تالتا إنه بتعرف شي يعني عواكس؟ شو معنات عواكس؟ وقديش المسافة بين العاكس والعاكس؟ وبتعرف كمان المسافة بين الإشارة الخضرة والإشارة الخضرة منتابع؟ لا يسمح باستخدام ضوء الضباب الخلفي في حال كان هناك مطر كثيف معناتها؟ هاي الفقرة كتير مهمة فيها كتير أسئلة ثلج أو ضباب بيسمح لك تشغل الضوء الضباب الخلفي ولكن إذا كان هناك مطر كثيف سيؤدي استخدام ضوء الضباب الخلفي إلى عمل السائقين الآخرين بصير نقطة المي بصير مثل عدسة وممكن تزعج كتير وممكن أكيد رح تزعجك إذا أنت إذا السائق المركبة اللي أمامك شغل الضوء الضباب الخلفي تبعه يمكن استخدام طقة ضوء الطقة الواحدة استضلخت فقط في المساء إذا كنت بوضعية ستلستان أو خلينا نقول بستلستان أنت لازم تشغل استضلخت اللي هي الضوء الطقة الواحدة أول طقة يجب عليك أو يجب أن يتم تشغيل الأضواء الخلفية أخطر لخت مع الدم لخت معنوة بكبسة واحدة بالإضافة إلى النمرة معناتها ممكن أنه يجيك سؤال أنه أنت شغلت الدم لخت الدم لخت هو الضوء العادي مرة ثانية بعيد شو الأضواء اللي ممكن تشتغل معها فرح تكون هي أخطر لخت بالإضافة إلى ضوء النمرة نتابع الأضواء المسموح تركيبها على المركبة في بعض الأضواء مسموح تركيبة ولكن هي غير الزمين يمكن إضافة أضواء إضافية إلى سيارتك وهي 2 كاشف ضباب أمامي بعض السيارات أو معظم السيارات الحديثة بيجي معها من ضمن السيارة أضواء ضبابية كشافات ضبابية تكشافات للضباب أمامي ضوء عالي إضافي فنحن ممكن نحط ضوء عالي إضافي لا مانع من إضافة أضواء عالية أد ما بدك إضافة إضافية بشرط في شرط واحد لهذا الأضواء العالية أن لا تضيء أكثر من أربعة بوقت واحد تمام يعني في عندك اتنين تحت هدول إذا أنت شغلتهم ممكن يشتغل معهم اتنين فوق ولكن مو مشكلة بهيك حالة ممكن يكون عندك ستة تمام فيك تطف اتنين لهون وتشغل الأربعة وجود الأربعة فوق هذا لا يعني أنه هذا مبدوع ممكن تحط عشرة بس بلحظة واحدة لازم فقط تشغل أربعة مع بعض اتنين من تحت أكيد و اتنين من فوق انت بتنقيهم و اتنين ضوء إضافي طقة واحدة أمامي استدلخت في سيارات بيجي معها أول ما أنت تشغل السيارة فتكون هاي أضوية السيارة هون بدون ما تشغل الضوء استدلخت يلي هو طقة واحدة تشتغل من تحت خلينا نغير اللون ضوء زنون من تحت هيك بهالطريقة مثل سيارات الأوبل الحديثة يعطي بتعطي موديل حلو وتنبه السائقين الآخرين اللي جاي من الطرف التاني هادول الأضوية يعتبروا ضوء إضافي طقة واحدة أمامي اللي هي استدلخت يعتبر طقة واحدة فأنت إذا تشغلت الطقة الواحدة استدلخت برد بيشتغل هون ضوء صغير هون شوفوا هون بهالمنطقة هيك ضوء صغير على جناب فهذا الكلام مسموح اتنين ضوء إضافي طقة واحدة خلفي كمان نفس الشي ممكن نضيف أنت اتنين ضوء إضافي طقة واحدة خلفي واحد ضوء إضافي ضوء إشارة إضافي على الجوانب اللي هو الغماز اللي بيجي عجب السيارة ممكن نضيف واحد تاني هو لازم يكون في واحد ممكن أنت كمان نضيف واحد تاني وهناك أضواء أخرى يمكن إضافتها للسؤال يرجى إرسال إيميل على إنفو أتأسبراتسي داش خول بونتنا اللي هو موقع إيميل موقعنا لتدريب السواء النظري طموحات وأي سؤال بيختر على بالكم بموضوع الإضاءة أو غير الإضاءة ممكن تبعتوننا عليه ونحن حاضرين نجاوبكم طبعا فيه قبل ما نكمل فيه كمان ممكن تقصدوا على الرقم صفر ستة تمانة سبعة اثنين اثنين واحد تمانة تمانة ثلاثة طبعا أي سؤال هو إجابة عليه مجانية أي سؤال هو بشكل مجاني رح نحكي عن إشارات المركبات استخدم الإشارات لتعطي معلومات لمستخدمي الطريق الآخرين ماذا يجب ماذا عليك أن تفعل ماذا يجب عليك أن تفعل الإشارات مثل مثلا أنك تعطي عالي واطي شو معناتها حكينا عنها بدرس سابق أنه تعطي غماز رباعي شو معناتها كل شي إله معنا تستخدم أيضا لتجنب الخطر ممكن أنت تعطي إشارات الغمازات حكينا عنها ثلاث مرات من المملك هذا الكورس أنواع إشارات المركبات الغمازات اللي همسمون الرباعي كمان أضواء الفرامل عالي واطي 13 إضاءة الأمامية وعندك الزمور الاتصال النظري والإيماءات طبعا نحن ممكن نعطي أول أربع هذول واضحين بالنسبة وشرحناهم كذا مرة بكذا درس ولكن شو هذا الاتصال النظري والإيماءات إذا أنت في عندك هون مركبة فأنت بشكل لا إرادي رح تتطلع على سائق المركبة ممكن سائق المركبة يبتسم لك بتعني أنه روح قدامي أو كذا فأنت بتفهمها هاي حسب الإيماءات بينك وبين الشخص ما في إيماءات محددة ولكن الإيماءات بتكون مفهومة لأطراف الموجودة بإيماءات بإيماءات تصرفات يعني شوية تصرفات يمنع الإيماء بالإحتقار أو حتى الإزعاج يعني أنت إذا نزعجت من واحد ممنوع عليك تعطيه أي ردة فعل بتدل على إزعاجك وماكسيموم أنا شو بعمل بتطلع فيه نظرة بس تطليع ما بحق لي أحكي ما بحق لي أعمل أي شي مو شغلتي هاي رب العالم وبالنهاية قانون بيمنعني يمنع إلقاء التحية بالإشارات إشارة باليد أو بالزمور أو بالضوء ممنوع هذا الكلام ممنوع يمنع عليك استخدام الوامن 13 التنبيه بوجود شرطة مثلا أو لدفع السائق الذي أمامك لتغيير مساره من أجل تجاوزه يعني أنت بغير دول ما رح نذكر أسماء دول بغير دول إذا كان هذا ماشي على اليسار طبعا بيجي أنا بقرب عليه وبشغله تضول عليه مشان شو يخاف مني ويهرب على اليمين هذا الكلام لو ما بحق له يمشي هون ما بحق لك أنت تقرب عليه مشان تحمله أنه يبعد يبعد لك الطريق أو تشغله العالي مو شغلتك هاي أنت بتضلك الأفستند المسافة بينك وبينه نظامية تستنى لحتى هو ينتبه لغلطه يبعد فأنت بتقرب إلا في حال كان في خطر هون ممكن تستخدم الزمور لتنبيه للخطر طبعا تنبيه للخطر وجود شرطة مثلا هذا لا يعتبر خطر وأنت ما بصير تنبه أي سائخ موجود بأي طريقة أنه فيه شرطة لقدام هذا بيعرضك للمسئولية عفوا على هاي الصورة ولكن هذا موجود بالقانون نحن دائما لازم نكون إيجابين ونستخدم هاي الإشارات اليدوية وهي الإشارات لازم ما نستخدمها أو ما نبدي أي إيماء بالاحتقار أو حتى الانزعاج تمام منتابع تشغيل الغماز يجيب تشغيل الغماز عندها الانطلاق من الموقف هاي إذا أنت مثلا عندك هيك هون أنت واقف فحبيت تنطلق من الموقف هاي بتلاقوها كثير بالعملية رح نحكي كثير على العملي رح نعمل فيديوهات عن العملي وحتكون إن شاء الله مفيدة للناس اللي خلصت تيوري مرايحة على العملي أنت بدك تنطلق أول شاء تطلع على المراية الداخلية بعد على المراية الجانبية بعد وانت واقف هون رح تطلع على كتفك اليسار مشان تكشف الزاوية الميتة هلا إذا كان الطريق خالي تماما بهاللحظة هاي بتعطي إشارة بعد ما تطمئن إنه الطريق خالي وتبلش تطلع هاي أول واحدة للإشارات للإشارة الغماز التجاوز إذا أنا كنت بهي المنطقة مثلا هذا هون في عندي سيارة هون وأنا سيارتي هاي فأنا بدأ أتجاوز أول شغلة نفس الفكرة بتطلع على المراية بتطلع على المراية الجانبية اليسار بتطلع نظرة على المتجاه كتفي اليسار مشان أكشف الزاوية الميتة بعدين بعطي غماز وبطلع بتجاوز بس لوصل لهون بهالنقطة بالزار بتطلع على المراية الداخلية بس لشوف بالمرأة الداخلية اللمبة الي على اليمين هون بهاللحظة بعطي غماز بلش بقى روح على اليمين على مهلي ماذا وقت الغماز وقت التجاوز غماز وقت الرجوع كمان لليمين كمان لازم نعطي غماز الدخول والخروج من الاسترادات لاحظوا إذا أنا عندي هون انفوخ ستروك هاي مكعبات السكر وهي هون فأنا جيت لفوت لازم بس بدي يفوت لهون لازم إجباري أعطي غماز بعد ما طبعا أطلع بالمرأة والزاوية الميتة بعدين بعطي غماز وبطلع طيب في حال هون سؤال في حال لقيت هون في حدا شو لازم ساوي لازم أنا مجبر أنا هون استنى حتى يمر بعدين أنا بدخل على الطريق السريع الأولوية لهذا الشخص اللي معا بيمشي على اليمين طبعا هون على اليسار بس هاي بسموها خانة يمينية لأنه هون دائما في خانة تانية هون في خانة يسارية حتى لو كان في هون انفوق مدخل هاي بسموه مدخل خانة يمينية خانة يسارية انتبهوا لهذا الموضوع بممكن يجيكم بالبحص المترجم إلا خانة اليمينية تروح تفكر انت اللي هون طبعا وقت الخروج كمان إذا أنا كنت هون وبدأ اطلع كمان نفس الوضع بالضبط مراية مراية بعدين زاوية ميتة من هون بتطلع زاوية ميتة على كتفي اليمين بعدين بفوت منتابع عند تغيير الخانة كمان إذا أنا عندي ماشي على خانة مثلا هذا الطريق بروح دغري وهذا الطريق بروح يسار وهذا الطريق بروح يمين فأنا إذا حبيت انتقل من هاي الخانة له الخانة في حال هذا كان الطريق متقطع كمان نفس الشي مراية مراية زاوية ميتة بعطي إشارة بعدين بروح الغماز إذا كنت ضمن المدينة وكانت سرعة الشارع اللي أنا ماشي فيه السرعة القصوى 50 كم لازم أعطي أبل 100 متر غماز من الدخلة اللي أنا بدي نعطف عليها الطرق السكنية داخل المدن 50 متر قبل التقاطعات معنا تعالنا داخل المدينة إذا كانت سرعة الشارع 50 متر 50 سرعة القصوى 100 نعطي غماز قبل 100 متر طرق السكنية داخل المدن يلي هنا الطرق السكنية ممكن تكون 30 ممكن تكون 15 لازم نعطي قبل 50 متر إذا إذا كنا خارج المدينة وعلى شارع السرعة القصوى 80 متر بالساعة نعطي غماز أو لازم نعطي غماز قبل 150 متر من العطاف أو الدخل اللي نفايت عليها إذا كنا على الطريق السريع لازم نعطي غماز قبل خروج من الطريق السريع 300 متر أضواء تحذير الرباعي أو الفلاشر عندما يكون هناك عطل بسيارتك بتستخدمه عندما توقف سيارتك بشكل خطير بتستخدمه عندما تكون مركبتك بحالة قطر بتستخدمه يمكن استخدام أضواء التحذير أيضا عند اقترابك من الازدحام لتخبر السائقين الذين هم خلفك أن الازدحام أن هناك ازدحام أمامك عندما تقف السلستان بمكان غير مكشوف احتمالية رؤيتك من قبل الآخرين قليلة هنا لازم تشغل الرباعي الضوء العادي الدمليخت الدمليخت هو الضوء العادي اللي هو نحن بنشغله بالليل يجب عليك استخدامه بالظلام والفجر يعني بوقت النهار عندما تكون أضواء الشارع تعمل يجب عليك تشغيل إضاءة السيارة أو تشغيل إضاءة السيارة كيف أنا بعرف أنه هذا الوقت المناسب إذا أنا كنت داخل المدينة في الأعمالة تبع الإنارة مس تكون شغالة هاي حتما لازم أنا أكون مشغل الإنارة فهي إذا شغالة لازم تكون إنارة سارة سيارتي شغالة وإذا كانت مطفية لازم تكون إنارة أمو لازم تكون يعني ممكن تكون إضاءة إضاءة سيارتي مالا شغالة مو مشكلة الضوء العادي مثل ما أنا دمليخت لازم نحفظها الاسم إنارة الطقة الواحدة عندما تتوقف ستيلستان بالليل أو النهار التي تكون فيها الرؤية ضعيفة وذلك خارج المدينة معنا إذا أنت وقفت ستيلستان خارج المدينة لازم تشغل الاستدلخت بالليل أو النهار في حال كان فيه ضباب في حال كان فيه خلينا نقول تلج يعني ظروف التقس السيئة هون لازم تشغل الاستدلخت في حال عملنا ستيلستان في المناطق التي يمكن أن توقف سيارتك عليها والتي تريد أن تجعل مركبتك واضحة للعيان يعني أنت حبيت تصف سيارتك بموقف أو بجوز ما يكون موقف وأنت حابب تخلي سيارتك واضحة للبقية فممكن تشغل أنت استدلخت استدلخت هنن أضواء أمامية والأضواء الخلفية أضواء أمامية طقة واحدة الخلفية كمان بيشتغلوا بالإضافة ل شو لأضوية النمرة نمرة السيارة لروحة التسجيل عندما تتوقف ليلة أو نهارة مع ظروف تقس سيئة على موقف السيارات أو على خانة الطوارئ الضوء العالي خروت لخت يمكنك استخدام هذا النوع من الأضواء بالظلام فقط بالليل يا جماعة ما بالنهار ما فيك تستخدمه أبداً وعندما يكون الضوء العادي غير كافي ولكن هناك حالات يحذر فيها استخدام الضوء العالي وهي بالنهار ما بصير نشغله في حال وجود أحد مستخدمي الطريق أمامك ولو كان حتى مشات شو ما كان يكون لازم ما تشغل الضوء العالي يعني أنا إذا كنت ماشي بطريق سفار فيني شغله إذا ما كان في حدا إذا حد إجا تيخن لأخر يعني أشخاص جايين من هداك الطرف من الطرف الثاني أو أو إذا أنا كنت ضمن المدينة وشفت مشات شفت راكبي الدراجات مباشرة لازم تطفي الضوء فأنا ممكن شغله ولكن إذا لقيت حدا من مستخدمي الطريق أمامي لازم أطفي مباشرة بعد ما يروح برد بشغله برة ثانية مو مشكلة في حال كان بينك وبين المركبة التي أمامك مسافة قصيرة كما مضروري إذا كان ما في حدا أمامك جايب من مواجهك ممكن يكون ماشي عكسك بس هذا الشي بيزاجة الأشياء التي تجعل الرؤية صعبة الضوء العالي خروت لخت الضوء العادي دم لخت بمعظم السيارات الحديثة تستطيع تحكم بمستوى ارتفاع المصابيح الأمامية فإذا كانت مرتفعة قد تسبب عمى عند الآخرين يعني دم لخت في بعض السيارات بتكون هذا الضوء مثلا هايك هذا الضو أو خلينا نرسمه هالاتجاه هايك هذا الضوء اللي هون بيكون شعاعه بهالاتجاه لتحت هايك أو حتى أكتر خلينا نشوف هيك لتحت هلا لتحت بيكون أربعة بالعادة إذا عملته ثلاثة بيرتفع شوي إذا عملته اثنين بيرتفع شوي بيوصل لمرحلة تقريبا مثل الخروط اللي اخت بصير فكي بصير كمان مزعج لك تنتبه لهذا الموضوع الشمس في حالة كانت قريبة من الأفق عند الشروق أو الغروب نفترض أنت هون عندك روتردام هون عندك أيندهوفن فأنت متجه من روتردام على أيندهوفن إذا أنت طارع الصبح بكير بهذا الاتجاه الشمس رح تكون بهالمنطقة رح تجي بوشة طول الطريق هذا فعلا بيسبب عمله وممكن يسبب حوادث عمله قيادي أثناء نزول الأمطار عند هطول الأمطار يصبح الطريق أكثر سلاسة زلق لذلك تكون مسافة الأمان أطول من المعتاد لذلك أضبط سرعتك ومسافة الأمان بينك وبين السيارات التي أمامك دائما إذا كان في أمطار تزوز الأفستند المسافة الأمان من شان تقدر توقف في الوقت المناسب لأنه سيكون سطح طريق زلق ضعف الحسبان إنه إذا هطرت الأمطار بعد فترة من الجفاف هذا سيؤدي إلى تحول سطح الطريق إلى سطح زلق لسبب الزيت وبقاير الإطارات تعرفوا هنا في هولندا في كتير مطار ولكن بالشام ما بيكون في كتير مطار بتلاقي إذا كان المطار ماس كفترة طويلة بعدين نزلت المطار بتلاقي المطار بتغسل الزرات الغبار الموجودة الكربون و زرات الأبخرة اللي طالعة من عوادم السيارات وبصير بنظفها المطار بس وين بتنزل تنزل على سطح الطريق سطح الطريق بتصير لزج بطريقة مو معقولة يعني بهولندا شوي الموضوع أخف ولكن بسوريا أول ربع ساعة بس تنزل المطار معظم الناس بتوقف وليما بيوقف بحس أن السيارة كأنه ماشي على صابون عم تزحلت بشكل مطبيعي بهولندا كون وقت المطار متقارب فبتظل الوضع أقل شوي مو أقل شوي من الموم أن تشعل مصابيح الإضاءة عند هطول الأمطار لنلاحظك بقية سائقين معتلازم نحن نشغل الإضاءة في حال الطقس السيئ يمكن يمكنك في الهطولات المطارية الغزيرة أن تشغل أضواء الضباب الأمامية مو مشكلة الخلفية لا فقط الأمامية بحالة الهطولات المطارية الغزيرة لا يمكن في الهطولات المطارية الغزيرة أن تشعل أضواء الضباب الخلفي كمان تذكر طالما ما في مطار ما فيك تشغل الضباب الخلفي حاول ابتعاد عن بلاك الماء بالأرض القيادة خلال الضباب يمكن تشغيل ضوء الضباب الخلفي فقط في حال كانت المسافة الرؤية أقل من 50 متر ضوء الضباب الأمام يمكن استخدامه في حال كانت الرؤية أقل من 200 متر عند التقسي السيئ يجب أن تجعل مسافة الأمام أكبر عند التقسي السيئ يجب أن تضبط سرعتك عند التقسي السيئ يجب أن لا تتجاوز فقط في حال كان المكان المستعمل للتجاوز واضح جدا يمكنك التجاوز عند التقسي السيئ يجب أن تركز على الخطوط الموجودة على سطح الطريق من أجل معرفة حدود الطريق في الأحوال العادية تسري نظرية الثانيتين على مسافة الأمام كمان هذا سؤال فحص عند الضباب يجب عليك تطبيق معادلة ثلاث ثواني مسافة الأمام والثانيتين والثانية القيادة خلال هطول الثلج معقول بوي صباطي طبعا لا بس البوط وانتحت يكون على الآن في تلج فبصير بزحلة على دعسة البانزين أو دعسة الفرام أو دعسة الدبرياج في مناطق كسيفة السلوج يجب عليك استخدام دوالي بشتوية أو سلاسل حددية في بعض المناطق الجبلية قد تكون السلاسل حددية الزامية عند استخدامك للسلاسل طبعا ممكن تقولوني أنه ما عمنا نحن مناطق جبلية طبعا هذا القانون هو القانون أوروبي بالنهاية فأنت مجوز ما تضل بالبلد ممكن تطلع على ألمانيا مليان على نمسا كلا جبال على فرنسا كمان كلا جبال فبس هولندا هي المتفردة بهذا الموضوع ما في جبال الإطارات الشتوية إذا نخفضت درجة الحرارة كمان بجي عليها أسئلة أقل من 7 درجات فوق الصفر يعني إذا صارت زائد 7 شتون إذا نخفضت بفوق الصفر لدينا الصفر هون 1 2 هيك لل7 وفي عندنا كمان ناقص 1 وناقص 2 وناقص 3 وناقص 4 وهكذا فهلا إذا كانت عندك هاي العتبة تبع درجة الحرارة اللي إلي علاقة بالإطار الشتوي فإذا خفضت عن 7 درجات بصير هذا سيؤثر على اليونة الإطارات الصيفية ويصبح قاسي مما يؤثر على التساقه بالطريق كلما برد الإطار الصيفي كلما بطل يلتسق بالطريق أكتر فبصير السيارة الزلقة بالإضافة إلى اختلاف تركيبة المطاط بين الإطار الشتوية والصيفية هناك اختلاف بالطريق ضريص أيضا على سطح الإطار أيضا كلما زادت حرارة التقس كلما زادت اليونة المطاط بالإطار الشتوية شو يعني زادت اليونة المطاط بالإطار الشتوية يؤدي إلى اهتراء الإطار بسرعة فمن الأفضل تبدل الإطار إذا ارتفع درجة الحرارة في هولندا الإطار الشتوي ما له إلزامي ولكن في بعض الدول مثل ألمانيا وكانت درجة الحرارة أقل من 7 وانت ماشي على الإطار الصيفية فيها مخالفة رمز السلج ستجد إحدى الرسمتين عن إطارات في حال كان شتوي كمان هذا سؤال فحص أنه في مثلا بفرجي إطار مرسوم عليه هيا الرسمة أو هيا الرسمة أو 2 مع بعض فبسألة خل هذا إطار صيفي أو شتوي فأنت لازم تقول له شتوي المثلث التحذيري إذا تعطرت سيارتك وأصبحت عقبة بوجه باقي السيارات يمكنك وضع المثلث التحذيري وجود مسلث التحذيري معك ليس إلزاميا ومع ذلك أنت ملزم بوضع مسلث التحذير في حال توقفت في مكان لا يستطيع السائقين الآخرين ملاحظتك يجب وضع المثلث على بعد 30 متر هيركزوا عليها هذا الرقم 30 متر تقريبا من المركبة بدل من المثلث يمكن أيضا تشغيل أضواء التحذيري الرباعي الفلاش في حال تعطل معك صار عندك عطل كهربائي ممكن الفلاشات معك تشتغل فبذلك لازم تكون معك المثلث ما لقى معك مسلث أصلا هو ما رح يسألك عن المثلث فبهيك حالة ما رح يخالفك نكمل هذا هو المثلث المثلث طبعا لازم نحط بعيدة عن السيارة 30 متر منتابع عدة أشياء غير الزامية ولكن من الحكمة أن تكون معك أضواء إضافية للتبديل ما لقى الزامية ولكن لازم تكون معك ضمطات طبية نفس الشي للتوضيح أكثر في حال جاء السؤال بالفحص هل أنت ملزم بوجود مسلث تحزيب سيارتك القيادية الجواب لا ما لك ملزم إشارات متعلقة بالقطار قد تجد على يمين القطار على يمين ويسار الطريق إشارات مجاورة والتي تحوي على خط أحمر أو خط أو سلاس وين هدول الخطوط كل خط يعني 80 متر متبقية للوصول إلى السكة القطار يعني ثلاث خط تعني 240 متر للوصول إلى السكة كل واحد 80 متر معتها هذا 80 هذا 160 هذا 240 متر بس أشوف هاي بعرف إنه 240 متر التصرف عنده وقوع حادث ضعب الحسبان عند اقترابك من مكان وقوع الحادث أن بعض سائقين مركبات قد يكون فضوليين أو بعض المشاد لذلك تجدهم قليل التركيز على الطريق وتركيزهم جله على الحادث لذلك عند مشاهدة حادث ما حاول تخفيف السرعة أو تغيير خانة واتجاه إلى خانة بعيدة عن حادث إن أمكن في حال كنت اشتركت بحادث لا سمح الله يجب عليك أن تحافظ على سلامتك وأمانك أولا ثم الخطوة الثانية يمكنك البدء بمساعد الآخرين طبعا هذا الكلام ممكن أن حدا يقول أن هذا أنانية طبعا أنت أول شي لازم تأمن على حالك بعدين تفكر بالآخرين إذا أنت فاقد الشيء لا يعطي إذا أنت ما عندك الأمان فما فيك توهب لغير أشخاص دائما لازم تتصل بـ 112 يجب عليك أن لا تعرق لتدفق السير بدون داعي إذا كان سيارتك فيها تمشي لازم تبعدها مباشرة ليس من حكم أن تملك استمارة الضرر متعلقة بشركة التأمين بمنتصف الطريق ولا هذا سؤال فحص كمان منضيف عليه ولا على خانة الطوارئ إخراج السيارات المتضرر إلى منطقة المواقف والاستراحات ليستمر الطريق بالتدفق التصرف عند وقوع الحادث سنتابع عنده عند الاتصال لطلب المساعدة يجب أن تعرك ما يلي قبل الاتصال يا جماعة قبل ما تتصو بالمساعدة لازم تعرفوا الشغلات التالية رح نقول عليها عنوان وجود الحادث لازم تشوف الطريق ورقم الطريق وبأي عقدة انت مشان تستدل عليها إشان تعرف العقدة اللي انت موجود عليها بالإشارات الخضر اللي عائمين الطريق بيكون عليها السرعة القصوة مثلا 100 وفي هون تحت رقم تعطي هذا الرقم أقرب لوحة لك دغري بيعرف هو انت وين نوع الحادث سيارة مع سيارة أو غيرها من احتمالات متى حدث الحادث صار لنصة عصب وربع ساعة عدد المصابين 2 3 جرحة أو 1 ميت وفي 4 جرحة لا يسمح لك بيك ما طريقك مهما حدث في حال اشتركت انت بحادث حتى ولو كان اضرار خفيفة جدا شباب ايام بصير مع احدهم حادث فبيجي بحلة ودية مع واحد ثاني هذا الواحد الثاني ممكن يروح يشتكي عليه انه انت ضربته ورحت تمام فانت لازم تتفق انت وياه مثلا تعطيه تعويض لازم يكون في ورقة معينة بينك وبينه شرطة ويقول انه انت ضربته ورحت ممكن تكون انت ضربته ووقفت وتفهمت انت وياه ودفعت له 100 200 300 500 يورو وحليته المشكلة تحمل حالك وتمشي ويشتكي عليك انه انت ضربته ورحت حيطلع عليك الحق مرتين حق انك انت ضربته والحق التاني انك ما وقفت فبهيك بحالي لازم تاخد ورقة منه انه صار بيناتنا حادث وانا عوض عن كل شي كما يجب اعطاء اسمك ورقمك وشهادة القيادة بالاضافة لشهادة التسجيل المركبة لازم يكون ازا اشتركت مع حادث احدهم انت لازم تزوده باسمك ورقمك وشهادة القيادة لازم تفرجي ها او ازا ساتطربها منك لازم تكون معك موجودة مع الشهادة التسجيل اللي بسموها بسوريا الميكانيك في حال تسببت بضرر باضرار سيارة متوقف يجب عليك اخبار الشرطة بحادث وترك رسالة فيها رقمك واسمك على السيارة الاسعافات الاولية للمصابين يجب ان تسأل نفسك ثلاث اسئلة قبل البدع بالاسعافات الاولية شون الاسئلة هل الشخص تتنفس هل لدى الشخص كسور او تلاحظ عليه نزيف هل الشخص مصدوم ايام بيكون لا الاول ولا التاني ولكن بيكون مصدوم قد يظهر على المصاب مظاهر الصدمة مثل الشعور بالبرد او لديه تنفس بطيء يجب ان تعرف قبل ان لديه صدمة لانك اذا سألته وكان في وعائه سيجيبك دائما بلا يعني هو دائما يقول لك انا ماني مصدوم بس انت كيف تعرف انه مصدوم هل يشعر بالبرد هل يكون عنده تنفس بطيء طبعا شكرا للمتابعة ان شاء الله يكون الدرس مفيد وحلو وعجبكم وان شاء الله نشوفكم بالدرس القادم تحياتي لكم مهندس سوم الرتيب